انتهت الحرب الباردة بانتصارنا وهزيمة الروس وفق هذه المعادلة الأمريكية الخاطئة يقود البيت الأبيض سياسته يتبنى سلوك المنتصر ويتوقع من الآخرين وفي مقدمهم الروس سلوك المنهزمين قواعد اشتباك مبنية على أساس باطل لا بد أن تنقل المواجهة في النهاية من مراوحة البرودة إلى مربع أكثر سخونة موسكو لا يبدو أنها مستعدة للقيام بالدور الذي تريده لها واشنطن تعلن أمريكا انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي ترجع إلى حقبة الحرب الباردة فترد موسكو في اليوم التالي بأنها علقت العمل بالمعاهدة المذكورة متهمة واشنطن بأنها تستخدم اتهامات خيالية لتبرير انسحابها الأحادي وها هو فلاديمير بوتين يرفع صقف الرد موجها سهامه إلى قلب الولايات المتحدة يبدو الرئيس الروسي حريصا على التوضيح بأن بلاده لا تعتزم أن تكون البادئة بإطلاق الصواريخ ولكنها ستضطر للرد إذا ما بادرت واشنطن إلى ذلك مستهدفة الولايات المتحدة نفسها في الواقع أمريكا لا تتبنى سلوك المنتصر وحسب بل سلوك المنتصر الوحيد تمارس حتى على حلفائها الأوروبيين ديكتاتورية القطب الواحد من لا ينفذ إملاءاتها في الملف النووي الإيراني مثلا تلوح له بفرض العقوبات تقرر إسقاط أنظمة هناك إيران وسوريا وكل توابع ما يسمى الربيع العربي الأمريكي الصنع وتحرض جيش دولة هناك على رئيسها الشرعي لتنصيب من اختارته من فلكها كما يحصل اليوم في فنزولا وبعدها كوبا ونيكاراجوا كما بشرنا دونالد ترامب نفسه كل من يعارض يعاقب حليف أو خصم لا يهم وصولا إلى الملف النووي وهنا السؤال البديهي إلى أين يمكن أن يصل التصعيد في هذا الملف تحديدا حيث القوتان متساويتان في القدرة على تدمير العالم كل تصعيد في اتجاه المنافسة العسكرية النووية محكوم بالعودة إلى تسويات ولسيما في زمن التعددية القطبية زمن لا يبدو أن أمريكا قادرة على تقبله ترجمة نانسي قن neither